الإرهاب يضرب العسكر من جديد محمد ظاهر وعلي الخراط شهدان مع عدد من الجرحى ضحايا استهداف ألية عسكرية بعبوة ناسفة عند تخوم عرسال جمهة النصرة لم تكتفي بهذا الحد بل أقامت الحد على الأسير محمد حمية وأعلنت أنه سيكون أولى ضحايا ما سمته تعنط الجيش اللبناني الذي أصبح ألعوبة بيد الحزب الإيراني بحسب صفحتها على تويتر إرهاب التنظيمات السود لا يبدو أنه قابل للتفاوض على الرغم من الكلام عن تفعيل العملية في خلال وجود موفد قطري في لبنان اليوم لهذه الغاية والانتقام من المؤسسة العسكرية جاء بعيد ساعات من توقيف استخبارات الجيش والقوى الأمنية عددا من الجماعات الإرهابية التي شارك بعضها في ذبح الجندي عباس مدلج وذلك بعد دخول هؤلاء خلثة من جرود عرسال المنطقة التي ما عادت تحتمل تأجيل الحسم وأصبحت محكومة بسد المنافذ المؤهلة لتسريب مستقبلي في موسم الشتاء ومن موسكو نشد وزير الداخلية نهاد المشنوق العماد ميشيل عون تسهيل إقامة مخيمة للاجئين المطلوب إخراجهم من عرسال قائلا إن عرسال منطقة محتلة وتحريرها لا يكون إلا بمنطقة خارجها رافضا أن يتصادم بين الجيش والتكفيريين لكن البيئة العرسالية لا تبدو مهيئة لمثل هذا الحسم أما البيئة الترابنصية فربما كانت أشد خطرا مع ارتفاع هتفات من المساجد اليوم تؤيد الدولة الإسلامية فإذا كنا نطالب بتسليح الجيش لمواجهة الإرهاب فأي سلاح سيزيل ما يعتمل في نفوث من تأييد للتطرف وتجنيد ومبايعة وتنظيم الصفوف هنا مكمن الخطر